فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله إليكم قال رحمه الله وهي أصناف أي تلك الشروط الصنف الأول مع مقصوده التمييز عن المسلمين أراد الشيخ رحمه الله أن يجمل ما مر ذكره من شروط عمر ويصنفها إلى أصناف منها نعم ما مقصوده التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام ونحوه هذا النوع الأول أو القسم الأول الذي يقصد منه بيان الفرق بين المسلمين والكفار منع التشبه تشبه الفريقين بالآخر ليحصل التمييز لذلك ولا يختلق الكفار بالمسلمين ويمتزج الكفار بالمسلمين بحيث لا يميز بينهم نعم قال ليتميز المسلم عن الكافر ولا يتشبه أحدهما بالآخر في الظاهر نعم ولم يرضى عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز بل بالتمييز في عامة الهدي على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع قال وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهرا نعم وترك التشبه بهم ترجمة نانسي قنقر